بين الأغنياء بين السادة وبين العبيد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي وهو من الحبشة ورجل أسود اللون رضي الله عنه مؤزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين إلى جنات النعيم آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بلال الحبشي من الحبشة وصهيب الرومي سيدنا صهيب من الروم يعني بلاد الروم وليس عربيا فآخ النبي بين بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو بكر وعلي وعمر القرشي ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم جميعا فجعلهم أمة واحدة يجتمعون تحت راية واحدة في راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ده أول معنى من معاني المودة والأخوة والمحبة لغرس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في العهد المكي ده أولا بعد كده لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكان اسمها يسرب والتي نورت بقدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي نورت بمجيء رسول الله عليه وسلم إليها سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في النور الذي رآه في المدينة المنورة ساعة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر أنس بن مالك رضي الله عنه تسع سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين يقول أنس رضي الله عنه لما جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة والله ما من شيء أنظره في يثرب إلا نور بقدوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أنظره في المدينة إلا أظلم حزنا على فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله حينما هاجر من مكة إلى المدينة شوف المعنى التاني هو القسم التاني النوع التاني سوف يربط النبي صلى الله عليه وسلم برضاة المودة والمحبة إذن ستأخذ معنى الأخوة الإسلامية منح جديدا لما هاجر إلى المدينة كان في المدينة سكان أهل المدينة اللي هم الأنصار أصلهم يسمى بنو قيلة وقيلة دي جدة جدة امرأة كبيرة خلفت هؤلاء الأبناء فسموا بنو قيلة بنو قيلة هؤلاء هم سكان يثرب طيب هم سكنين كده بنو قيلة سكنين في يسرب اللي هي المدينة المنورة وعيشين فيها اليهود كان عندهم علم الكتاب الأول كانوا يسمعوا بأن هناك نبي سوف يبعث وهذا النبي هو نبي آخر الزمان وأنهم يريدون اليهود يعني عايزين يتبعوا هذا النبي لأن هذا النبي ستكون لهم النصر والغلبة والقوة وأتباعهم لهم أسادة الناس وهم اللي هيكون لهم التقدم وهم لها تكون لهم السيادة والشرف على من سواهم اليهود كانوا عارفين الكلام ده ولذلك راحوا يسيبوا بقى البلاد اللي هم كانوا فيها من أطورين هنا وهنا وهنا وكانوا في كل مكان منهم شوية فكانوا يسيبوا البلاد دي ويروحوا بجوار المدينة بجوار يثرب يسكنوا في يثرب لأنهم يعلموا أن مهاجر نبي آخر الزمان إلى طيبة يعني إلى يثرب هم عارفين ولذلك ذكر أبو نوعي من في الحلية أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه أشعياء النبي من أنبياء بني إسرائيل أني باعث نبيا أميا أجعل التقوى لباسه والعمل الصالح ركابه أهدي به من بعد الضلالة وأعلم به من بعد الجهالة وأرفع به أمما وأجمع به أمما متفرقة وأهواء شتى أهدي به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما طوبى له ولمن اتبعه اليهود كانوا عارفين النصوص دي وقرأوها وفهموا كويس لكنهم كانوا يرتجون أن يبعث النبي آخر الزمان من عندهم من اليهود لكنه لم يكن لكن هم بنان على علمهم وفهموهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبي آخر الزمان سوف يهاجر إلى طيبة يعني إلى يثرب يعني إلى المدينة المنورة كان اليهود يروحوا يشتروا أراضيه ويأخذوا أراضيه ويحاولوا يعودوا في شوية كده في المدينة أهل المدينة ما كانوش راضين عن بقاء اليهود فكانت تصير بينهم وبين أهل يثرب بعض المعارك حتى كان اليهود يستفتحون على أهل على أهل يثرب على أهل المدينة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقولوا اللهم إنا نسألك بنبيك الذي استبعثه لسه اللي هو استمقاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعتبعثه أن تنصرنا على هؤلاء وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا اليهود يعني فلما جاءهم ما عرفوا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به فلعنة الله على الكافرين طيب هنا اليهود لما عرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم هيبعث من المدينة راحوا للمدينة حصلت عدوات بينهم وبين أهل المدينة يعملوا إيه اليهود هنا يعملوا إيه يرجعوا لمبدأهم الأساسي القائم على تفريق الأمم وإثارة البغضاء والشحناء والضغينة وإثارة روح الطائفية في المجتمع الواحد المسلم أو غير المسلم حتى عشان يكسبه فرق تسد هذا المنهج منهج اليهود هما هو ما صنعوه في يثرب في طيبة في المدينة المنورة قالوا طب تعال هما أهل يثرب دول مش عايزين نقعد هنا ومش عايزين ومش عايزين نعمل إيه بقى علشان نقعد ونؤسس ما نريده نعمل مبدأ فرق تسد فرق تسد بين مين ومين قالوا بني قيلدون نفرقهم فيصوروا فرقا ففعلا عملوا قلة السوء وأول ما صنعوه الأول غيروا المسميات نلاحظ أن اليهود لما أرادوا التفريق بين الأمة الواحدة غيروا المسميات يروحوا لدول يقولهم أنتم إيه أوس نسبة إلى جد بدل قيلة اللي هي الجد التي تجمع بين القبيلتين لا خلوهم قبيلتين دلوقتي بدل مكانوا قبيلة واحدة فرقوا بين بين القبيلة الواحدة يجعلوها قبيلتين لأوس ده جد وخزرج هذا جد آخر فسموهم اليهود هم اللي فضلوا وراء هذه التسمية حتى يفتتوا هذه الوحدة ويفرقوا بين الأمة الواحدة فغيروا المسمى أول شيء يعملوه فقال لك دول الأوس ودول الخزرج دول أولاد الأوس فسموا الأوس والخزرج بداية وغيروا المسمى بعد كده فضلوا بعد كده يستقطبوا طائفة منهم دون طائفة أخرى سبحان الله وضع من يقرأ تاريخ قوم يعي حاضرهم ومستقبلهم أيضا هذا ما صنعوا اليهود في الأمة الواحدة اللي كانت متماسكة اللي هم أهل طيبة أهل يثرب أهل المدينة المنورة فتتوا مسميات غيروا وبدلوا مسمياتهم الأول وبعد كده فضلوا يستقطبوا طائفة منهم دون طائفة وبعد كده فضلوا يشيعون البغضاء والشحناء بين دول وبين دول وهم طلعوا كده يتفرجوا على مين؟ على الأمة الواحدة فضلوا يتفرجوا على الأمة الواحدة وهم يقتتلون ويتطاحنون معي صارت فتنة بين الأوس وبين الخزرج قبائل الأوس وقبائل الخزرج صارت بينهم فتن فضارت بين الأوس والخزرج حروب طاحنة هنا يكسب اليهود يبقى ييجوا يسكنوا يعدوا الأمة الواحدة اللي كانت مجغولة الأول بقتال اليهود أصبحت مجغولة بقتال بعضهم لبعض فضلوا يتطاحنوا فيما بين بعضهم لبعض وبعدين صارت بينهم حروب أحيانا ينتصر الأوس على الخزرج وأحيانا ينتصر الخزرج على الأوس وهكذا حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى والنعمة المسدى حقيقة والسراج المنير الذي ألف الله عز وجل به بين قلوبهم وجمع شتاتهم ووحد كلمتهم وقواهم بعد ضعف وجمعهم بعد فرقة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النسمة المباركة والنور الإلهي الذي وضعه الله عز وجل ليوحد به بين قلوب هذه الأمة المتطاحنة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبعس ثم هاجر من مكة إلى المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعمل إيه؟ أول شيء بقادي المنحة الآخر والمعنى الثاني والصورة الثانية للأخوة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الأوس والخزرج ويوفق بينهم ويحاول يصلح ما بينهم حتى يكونوا أمة واحدة ويجتمع ويصور أمة واحدة فيبدد النبي صلى الله عليه وسلم أثر العدوان الفكري والخلقي الذي وضعه فيهم اليهود فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم مصطلحاتهم دي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما عادش يقول لهمش لا أوس ولا خزرج وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دولي لإيه؟ الأنصار فجعل لهم التسميع اللي إيه؟ تجمع وحدتهم بعد فرقة وتقويهم من بعض ضعف أنصار يعني نعصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاب المعنى اللي هم وضعه اليهود فيما بينهم لا أوس ولا خزرج بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوس ولا خزرج انتهت المسألة خلاص بأسمهم لإيه؟ الأنصار فآخ النبي صلى الله عليه وسلم الأول بين الأوس والخزرج يدي المرحلة الثانية من مراحل الأخوة الإسلامية الحقيقية فإذا نحن قلنا الأول أول مرحلة من مراحل الأخوة الإسلامية أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع شتاته ووحدته وساوى بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء من الأهل مكة زي سيدنا أبو بكر سيدنا عمر كده سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا خباب بن الأرد سيدنا بلال ابن رباح سيدنا سهي بن الرومي الناس المختلفة دي كلهم في أجناسهم وفي طبقاتهم حتى مدين وغيره لا النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهم دي المرحلة الأولى يبقى سوى في مكة وآخى بينهم وبين بعضهم والبعض وعلمهم هكذا تكون الأخوة الإسلامية المرحلة الأولى المرحلة الثانية في المدينة المنورة آخى النبي صلى الله عليه وسلم الأول بين الأوس والخزرج جمعهم أمة واحدة وضيع المفاهيم اللي حطاها وسطهم اليهود وجمعهم على تسمية الواحدة هي تسمية الأنصار هذه الأخوة دي اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة المنورة ربنا سبحانه وتعالى يقول عنها في سورة الأنفال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا يعني يا رسول الله لو أنفقت ما في الأرض جميعا كي تؤلف بين هذه القلوب ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم نحن في حاجة كبيرة جدا إلى عون إلهي وإلى مدد رباني وإلى فتح رحماني يتنزل من ربنا سبحانه وتعالى إلى هذه القلوب المشتتة والأهواء المختلفة والنزعات المتفرقة حتى يصلح الله سبحانه وتعالى حال أمتنا ربنا سبحانه وتعالى قال قال مسألة الإصلاح ومسألة تأليف القلوب هذا يكون الأول مصدر ومن بعو الإله من الله والله سبحانه وتعالى العظيم نسأل نه يتنزل بمعين رحمته وفضله ورضوانه وكرمه كما تنزل برحمته وفضله وكرمه ورضوانه على الأوس والخزرج فجمعهم أمة واحدة تحت رايت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لتنزل برحمته على جميع مجتمعاتنا في مصر وفي غير دولة غير مصر في كل أقدار الأرض أن يجمع المسلمين جميعا على كلمة واحدة كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول في القرآن هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فألف الله عز وجل بين الأوس وخزرج وسموا الأنصار فجعلهم أمة واحدة بحق كلهم مع بعض كده جمعهم أمة واحدة سيبكم بقى من العصبيات ومن النداءات القبلية ومن النداءات والنزعات والأهواء والأمور اللي هي يكون تحتها نداء مادي ولا نداء ضائف ولا نداء يفصل دا عنده ولا نداء يعمل دا عنده ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المسميات جميعها وجمع الناس على كلمة واحدة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله وتوحدت الأمة بقيادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب وبعدين هذه المرحلة الثالثة جمع آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فجمعهم بقى كلهم كده وصاروا أمة واحدة لما صارت الأمة أمة واحدة صاروا أقوياء صاروا أشداء صار المجتمع المسلم مجتمع منتج فوجد لا نزعات ولا اختلافات كانوا يختلفون نعم لكنهم لا يفترقون يختلفوا في الآراء يختلفوا في وجهات النظر تتباين المسائل في الاختلاف لكنهم إخوة مع ذلك لكنهم إخوة لكنهم أحبة لكنهم لا يفترقون ليه؟ إنهم كل واحد منهم يدلوا بدلو يدلي بدلو وكل واحد منهم يقول مقترح وكل واحد يقول فكرته وكل واحد يقول ولكن النية في الأساس رضوان الله عز وجل وإعلاء كلمة لا إله الله محمد رسول الله فبالتالي ما فيش مضامن شخصية ولا أهواء تتبع ولا غيره ولذلك أكرمهم الله عز وجل بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أكرمه ثم أكرمهم الله عز وجل بأنصار أمة متقدمة المجتمع المسلم ده لرباه لرباه النبي صلى الله عليه وسلم على الأخوة الصادقة والإيمان الصادقة من ثمرته أنه صرقم واحد في العالم في وقت موجز جدا لم تصل لحضارة غربية ولا حضارة ولا ولا الروم ولا بلاد الفرس ولا غيره لم يصلوا في وقت يعني قليل جدا كما وصل إلى تقدم وإلى سيادة ولا سيادة الكون بأكمله ولا العالم بأكمله ولا كان أمة واحدة في أقل فترة ممكنة صار التقدم كبيرا زي ما كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فترة مجزة صار رقم واحد في العالم لأنهم كانوا إخوة بحق طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى بين المهاجرين والأنصار وصارت أمة واحد فين بقى النمازج لده ورين كده صور مشرقة صور نفتخر بها صور نطبقها مفروض واقعا عمليا بيننا وبين بعضنا البعض تعالوا نشوف كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وثمراته في الإخاء بينه وبين المسلمين حتى هو ذاته هو نفسه صلى الله عليه وسلم وآخي بينه وبين أصحابه وبينه هو صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه ما يقولون كده في غزوة استو فيطلع سيدنا سواد بن غزية رضي الله عنه وصحابه طالع بره الصف شوية متقدم عن الصف والنبي بيسوي الصف فنخصه النبي في بطني يعني زق وكده زق صغير كده بيقوله رجع كده أخليك في الصف استوي يا سواد فقال سواد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد أوجعتني وانت علمتين الأخوة والمحبة بقى أنا كده عايز القصاص منك بقى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتص يا سواد فقال يا رسول الله انت عملتيني في بطني كده ما خستيني في بطني فاكشف لي عن بطنك زي ما انت عملت بقى فكشف له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطني شريف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتضنه النبي يقول له الله انت مش بتقول القصاصه بتقول مش عارف ايه الأخوة بقى هذه ثمرات الأخوة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع المسلم انت بتعمل كده ليه يا سواد فقال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد حضر ما ترى دي كانت حيلة بس علشان ايه يعني اقترب منك يا رسول الله فأقبلك وأحضنك يا رسول الله لقد حضر ما ترى يا رسول الله من قتال وربما تكون الشهادة ونستشهد في هذه المعركة فأحببت أن يكون آخرا عهدي في الدنيا أن يلامس جسدي جسدك أولئك أتباع النبي وحزبه ولولا هم ما كان في الأرض مسلم ولولا هم كادت تميد بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم دول صحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول تربية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف تاني آخا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فآخا من ضمن اللي آخا بينهم وبين بعضهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري الأنصار يعني من الأنصارة هو من المدينة المنورة يسموه سعد بن الربيع الأنصاري يعني من المدينة المنورة وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين مع أن عبد الرحمن بن عوف كان رجل أعمال وغني ومع فلوس ومش عارف إيه لكن لما هاجر إلى المدينة ساب برضو زي ما ساب بقية المسلمين سابوا فلوسهم سابوا وسافر إلى المدينة المناورة لا معها فلوس ولا معها بيت ولا معها الأخوة بقى دعائم الأخوة والمودة المحبة يقول سيدنا سعد بن الربيع الأنصاري وده كان من أكثر الأنصار مالا يعني برضو رجل أعمال وسري جدا وغني قال سعد بن الربيع الأنصاري سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن أخو بقى إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي نصفين يعني أنا أخذ نص نص صروتي أنا أخذها وأنت تأخذ نص صروتي تبتدي بيها اعمل بقى مشروعات وتاجر بيها واشتغل بيها بقى أخوة صادقة يا عبد الرحمن بن عوف إني أكثر الأنصار مالا فسأقسم مالي نصفين ولا يمرأتان شو بقى ده ترقي يعني لا نصل إليه أبدا من يصل إلى هذه المحبة وهذه المودة وهذه الأخوة الصادقة هذه تربية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخوة إيمانية صادقة من جميع جوانبها يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فسأقسم مالي نصفين ولا يمرأتان فانظر أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها إيه ده إيه ثار يصل لهذا الحد يعني هذه تربية رسول الله عز وجل رد قال إيه بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له يا أخي بارك الله لك في مالك وأهلك الاثنين بقى يا أخي بارك الله لك في مالك وأهلك ولكن دلني على السوق فين مكان التجارة بتاعكم أين السوق قال له ده هناك في مكان كذا وبتاع فرح سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتاجر فربح من الجنيه الواحد من الدينار الواحد يجيب بإثنين جنيه ومن أربعة جنيه يعمل سروة وقال عنه الوصول الله صلى الله عليه وسلم لو تاجر في التراب لربح يبقى إذن هذه أخوة صادقة إيمان صادق دول يؤثرون على أنفسهم ربنا سبحانه وتعالى كده في سورة الحشر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذه الأخوة الصادقة لمن الصادق ولذلك يعني من الطرف التي يذكرها أهل السير يعني واحد من سائل وسائل ملحة أو بيسأل واحد بيقول لي أخي أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافة لكن هنا نريد أن نوضح أن هنا الصحابة فعلا تركوا هذه الأمور المادية ولا الأمور الدنيوية ولا هذه الأمور لا تفريش معاهم لأن أخوتهم كانت في الله عز وجل لأن أخوتهم كانت في الدين لربنا سبحانه وتعالى أخوة إيمانية صادقة مش بيؤخيه لعشان مصلحها معينة أو منفعها معينة أو دنيا زائلة كل ده رايح إلى زوال ده كل ده سيذهب إنما كانت أخوتهم الحقيقية ولذلك كانت باقية وكانت في أثرة أثرة يعني في كان الواحد يؤسر أخوه على نفسه في الواحد يضحب نفسه من أجل أخوه وكان بينهم رباط المودة والمحبة والأخوة الصادقة يا أخي بارك الله لك في أهلك ومالك لك مدلني على السوق وراح للسوق وابتدى يتاجر مشهد تاني برضو من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم آخة فيها بين وضح معنى الأخوة الحقيقية بين أصحابه بعدين كده لما سيدنا سيدنا أبو بكر الصديق أصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الخليفة يعني هو رئيس الدولة يعني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر كان سيدنا طالحة بن عبيد الله عايز أرض حتة أرض يعني وبعدين سيدنا أبو بكر ارتقى ارتقى يعني وجهة نظر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عن أن يقطع طالحة يعني يدي لسيدنا طالحة بن عبيد الله حتة الأرض يبني فيها وعمل فيها بس من غير ما يستشير حده بتاعه فعمل المسألة دي لوحده فسيدنا أبو بكر لكن لكن كتب له كده ورقة بإني من أبي بكر الصديق ده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع طلحة ابن عبيد الله هذه القطعة من الأرض لكن أشهد على هذه أناسا سيدنا ببكر قال له يشهد روح لفلان يشهد لك عليها وفلان 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 من ضمن الناس اللي يشهدوا على هذه قطعة الأرض دي مين سيدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه سيدنا عمر ساعتها ما كان سيدنا عمر ولا خليفة ولا أمير المؤمنين ولا أي شيء رجل عادي في الدولة الإسلامية يعيش ولا أي شيء مش أكتر من كده سيدنا عبو بكر أقطع طلحة ابن عبيد الله أرضا وأشهد على ذلك ناسا منهم عمر بن خطاب رضي الله عن الجميع فرح سيدنا طالحة ابن عبيد الله سيدنا عمر قال له اشهد على عبو بكر داني الحطة الأرض دي فسيدنا عمر برضو لي وجهة نظر فطنة وزكاء برضو فقال له وهل استشار أبو بكر فلان وفلان 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 فقال له لا لسه بش عارف إيه فالمهم سيدنا عمر لا أنه في قصور ما في أن يقطع سيدنا أبو بكر قطعة الأرض دي فامتنع سيدنا عمر أنه يمضي على الوسيقة دي مرضيش فرح سيدنا طالحة زعلان طب مغضبا يعني رح لي سيدنا أبو بكر وقال له يقول لك إيه والله لا أدري أنت الخليفة أم عمر والله لا أدري أنت الخليفة أم عمر طيب هنا بقى يعمل إيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه شوف الأخوة بقى الحقيقية الأخوة الحقيقية الصادقة التي ربهم عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بل عمر هو بيقول له والله ما أدري أنت الخليفة أم عمر هل أنت الخليفة أم عمر قال بل عمر لكنه أنا إيه اللي خبطة دي لا يمش اللي خبطة المسلمون روح واحدة في أجساد متفرقة أغصان متشابكة تنبثق من دوحة واحدة هكذا المسلمون هكذا المؤمنون كل واحد منهم ينزل أخاه منزلة نفسه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ينزل أخاه من نفسه منزلة نفسه حتى سيدنا عمر رضي الله عنه ما كان عادي عني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عمر قال سيدنا عمر بقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله إني لا أحبك أكثر من أهلي ومالي والناس أجمعين إلا من نفس التي بين جنبي إلا نفسي بأ فهنا لم يكتمل معنى أرقى معنى من معاني الأخوة لم يكتمل في قلب سيدنا عمر ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا استنى توقف يا عمر لم يكتمل إيمانك يا عمر والله لا يكتمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك التي بين جنبيك هذه معنى المحبة معنى الأخوة في الإيمان في الإسلام في الدين تتحبني أكثر من نفسك التي بين جنبيك فسيدنا عمر اختلب نفسه كده قاعد يتدبر فعلا يتدبر وتذكر هو أنا بمين هداني الله تعالى لإسلام وأخرجني الله من الضلالة ومن الكفر ومن الطغيان ومن الظلم ومن الجور إلى العدل وإلى الإيمان وإلى رقة القلب وإلى الدموع اللي تنهمر بالدموع عند ذكر الله عز وجل وإلى تحقيق العدل على الأرض وإلى أسمى درجات ورقية الإنسانية لا فيها وقت بنات ولا فيها ظلم لأحد من الناس وإني أؤثر أخي على نفسي وإني كل المعاني دي أفكر فيها سيدنا عمر رضي الله عنه من الذي صنع بي كل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد استشعر هذه المعاني بين جنبي فرح رحل سيدنا نبو والله يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي وولد والناس أجمعي حتى من نفسي التي بين جنبي فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الآن اكتمل إيمانك يا عمر إذن أيها السلام المشاهدون يكتمل إيماننا باكتمال معنى المحبة والأخوة الإسلامية مجتمع المسلم الآن يريت يستمع إلى دعوة رسول الله هذه فيحب الإنسان أخو أكثر من نفسه يريت المجتمع المسلم الآن يستمع إلى صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس يستمع إليه بآزان وعية وقلوب وعية تتجرد عن جميع الأهواء وترفض نداءات الفتن وترفض النزاعات وترفض الافتراق يعني حتى الاختلاف كان الصحابة يختلفون لكن لا يفترقون وإذا حدث شيء من هذا يعني هيحاولها يختلف ولا يفترق كان الله عز وجل فإن الله عز وجل يتنزل هنا برحمته ويفصل بأي الحب يرحل المؤمن كده برحمته ويوجه قلوبهم وأفئدتهم إلى رضوان الله عز وجل يعني مرة عبد الله بن أبي بن سلول ده كبير المنافقين في المدينة طبعا رجل مضغاز أن النبي صلى الله عليه وسلم وحد بين كلمة المسلمين وجمع وحدتهم وجمع وكان ده منافق فيعمل إيه مر عليهم كده فلاقى الاتنين من الخدم خادم سيدنا عمر بن الخطاب وخادم واحد من الأنصار بيستقوا بالماء بيعبوا من ماء من بئر فواحد يقول له أن الأول والتاني بيقول له أن الأول والتاني فعد عبد الله بن أبي بن سلول فانتهز الفرصة حضركم لاحظوا كده أمة واحدة وبعدين حصل نوع من أنواع الاختلاف البسيط بين الاتنين يعني بيتكلموا في شيء يعني فعد مين عد كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فشافوا ما هيختلفوا ها يعني هم بينهم اختلاف فأراد أن يرقي درجة الاختلاف إلى درجة افتراق فقال صحيح والله ده هو أبي بن سلول بيقول كده سمن كلبك يأكلك جوع كلبك يتبعك ويقصد ايه بالكلمة دي كلمة فتنة يعني احنا اللي احتضننا المهاجرين واحنا اللي فتحنا لهم بيوتنا واحنا واحنا فازاي هم يعملوا فينا كده وعايزين يستقوا قبلنا بيعني زي يقول كده ايه بيحاول إثارة الفتنة وإن هم يزود درجة الاختلاف إلى افتراق وبالفعل تنادى الطرفان وده يقول يا للمهاجرين وده قال يا لالأنصار حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الفتنة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى العصمة بقى هنا العصمة في سيدنا المصطفى في اتباع رسول الله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيب الكل بقى قدامه كده الله الله يا معشر المسلمين في معشر مين مش قال لي يا معشر المهاجرين والأنصار قال لي شي كده وإنما بيناديهم بنداء الاخوة الإيمانية الصادقة احنا هنا اخوة احنا هنا مسلمين الله الله يا معشر المسلمين أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد يا ربنا منجاكم من الكفر تعودون إلى ما كنتم عليهم من جاهلية ومن شحناء ومن بغضاء ينفع كده وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤنبهم حتى بكوا وتعانقوا وعنى كل واحد منهم التاني هنا حصلت اليقظة الإيمانية مرة أخرى ياريت نلاحظ المسائل دي ياريت نخلي بالنا في مجتمعنا المسلم الآن هذه المسائل من اختلاف فيما بيننا إلى افتراق ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا انتطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله بحنا فينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيما بيننا صلى الله عليه وسلم بهديه الشريف وسنته الطيبة المباركة وتعاليمه وتربيته كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم شو بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون آيات كلها كلها تتكلم توجهات ربانية مباشرة إلينا يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهات واضحة في أن نكون أمة واحدة وكفيان افتراقك كفيان عداواتك كفيان شحناء وبغضاء وقعنا فيما نهانا عنه الله عز وجل وفيما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقوبة ذلك صعبة وخيمة والله تخلف عن ركب الحضارة والتقدم وضعف هنا وهناك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يكفينا هذا تهديدا ووعيدا ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منا حين نفترق مش نختلف اختلاف ده ممكن نختلف وجهات النظر لكن حينما نفترق ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين أخواننا لا نحتاج إلى نزاع يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى أن نعيد القيم الإسلامية الحقيقية معنى الأخوة الحقيقية نحتاج أن نعيد ما صبه في قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني الرحمة والمودة والمحبة وأن ننظر وأن ينظر الأخو إلى أخيه المسلم بعين الرضا لا بعين الصخط لا بعين الصخط حتى شاعر يقول فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الصخط تبدي المساوية عايزين نبص بعضنا بنظرة المؤمن المسلم ليتجافى عن عيب أخيه ويغفر زلة أخيه ويعفو عن أخيه ويكتم سر أخيه كده هكذا ربانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب كل واحد مننا الآخر حتى الأول نفسيا بقى فصير الحب حب ذاتي بعدين حب أخوي كده ما بين الإنسان وأخوه المسلم وبعد ذلك تصير المحبة محبة مجتمع بأسره مجتمع كامل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي بقى الفضل والخير والبركة في من يتحاب في الله عز وجل إذا كنا أمة واحدة إذا صرنا ركبا واحدا أبونا سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون عن المنكر ولا يكون مفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا شوف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات طب يا رب العملوا كده بقى جزاؤهم إيه يا رب وأولئك لهم عذاب عظيم ربنا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إمتى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ربنا يعافينا وحفظ مجتمعاتنا جميعا من الفرق ومن الاختلاف إذن دعائم المواد ده والمحبة وحبه الآخر وتقبله وسعة الصدر والنظر إلى الإنسان منا بعين الرضا لا عين الصخ وإني أعذره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أعلمنا كده يقول التمس لأخيك المسلم سبعين عزرا في رؤية مئة عزرا وإن لم يكن من السبعين ولا من المئة عزر ده أي شيء قل في نفسك لعل له عزرا هو أنا لا أعلمه أنا معرفوش لعل له عزر أنا لا أعلمه أنا معرفوش والحب في الله عز وجل من أعظم دعائم الأخوة وتقوية المودة والمحبة في مجتمع المسلم أن تحبوا لله عز وجل أن تحب أخاك لله عز وجل وفي الله عز وجل في قصة حصلت كان واحد اسمه سيدنا أبو إدريس الخوالانية رضي الله عنه واحد من التابعين أو أتباع التابعين يعني دخل المسجد من التابعين دخل مسجد دمشق فوجد رجلا براق الثنايا شاب فتن شابا براق الثنايا جميل يعني شاب وسيم والناس من حوله كل الناس كده مجتمع حوله كده والناس بتحبه ويسألوا المسائل وهو يجيبهم وهم يأخذوا رأيه روحوا يعملوا بيه فشايف مجتمع متواد فيه مودة ومحبة ورضا فأبو مسلم اسمه أبو إدريس الخوالاني أبو إدريس الخوالاني لما شاف الناس حوله في المجتمع الجميل تذكر سيدنا أبو إدريس الخوالاني تذكر حبه لسيدنا معاز بن جبل حبه لصاحبنا أصحابي رسول الله لصحابي وتربيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حب إن هو يوصل لسيدنا معاز هذا الحب إبا دي برضو خطوة من خطوات تدعيم المودة والمحبة إنت بتحب فلان قل له يا أخي أنا أحبك في الله عز وجل والله أنا أحبك في الله عز وجل أنا أحبك لله سبحانه وتعالى كده علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نعمل كده فأبو إدريس عمل إيه لأ الناس بس حواليه والدنيا زحمة فقال خلاص بكرة بقى إن شاء الله تاني يوم قال فهجرته يعني رحت صبح بدري صلاة الفجر بس راح بدري بقى قبل الفجر كده شوف بقى سبحان الله فوجدته قد سبقني بالتهجير يعني لأ سيدنا معاز قدامه في المسجد وده صحابي أصلا خير القرون قرني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول خير الناس على شوف التابعي لما حب إنه هو يعمل يعني إيه روح بدري شواء عزان يستقبل سيدنا معاز لأ سيدنا معاز في المسجد أصلا سبحان الله خير الناس قرني القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سبحان الله وزاك الإمام أبو زرعة الرازي رضي الله عنه يقول نظر في القلوب فوجد أنقى القلوب وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم أنبيائه ورسله ثم نظر في القلوب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أنقى القلوب وأتقاها قلوب أصحابه لهم الصحابة يعني فجعلهم يعني خل هذه القلوب جعلهم الله عز وجل هم أصحاب نبيه ووزراؤه ده سيدنا أبو بكر و سيدنا عمر دول الشيخان وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا أبو دريس الخوالانيد رايح لسيدنا معاذ بن جبل الصبح بدري علشان يقول له أنا بيحبك في الله وإذا أنت صحابي يعني بيقوي دعاء من المودة والنحبة قال فروحت بدري فهجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته قائم يصلي شوف وجده ايه قائم يصلي في المسجد قال فانتظرته حتى انتهى من صلاته ثم جئته من قبل وجهه ثم جئته من قبل وجهه فقلت سلم عليه بقى وقال سيدنا أبو دريس الخوالانيد سيدنا معاذ قال والله إني أحبك في الله عز وجل قال فأخذ معاذ بن جبل بحبوة ردائي فجذبني إليه شده كده يعني شدت محبة ومودة وقال آه الله بالله 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 بجد الكلام ده بصدق هذا الكلام بصدق من جواك من جواك الكلام ده بصدق آه الله قال فقلت آه الله يعني والله لا أجامل والله ولا كده يعني لكن أنا أحبك في الله عز وجل أنت صحابي ونسح حولك وأنا بحبك وأنا جيت أقول لك لشان أنا بحبك فقال مرة أخرى آه الله فقلت آه الله فكررها الثالثة آه الله قال فقلت آه الله فقال أبشر أبشر ده هو عمال يقوله بالله بالله علشان هيديله بشرى سيدنا معاز هيديله بشرى سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحاب نفيا وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا غَفَرَ لَهُ وَإِذَا غَفَرَ اللَّهُ لِعَبْدٍ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ شوف الدرجات تترتب كده حب في الله حب الله لك مغفرة الله عز وجل لزنوبك يدخلك الجنة من بزرق صغيرة قد كده حاجة صغيرة أن تحب أن نشيع روح المودة والمحبة في مجتمعنا تحب أسرتك وتحب أولادك وتحب جيرانك وتحب أهلك وتحب المجتمعين والمجتمع اللي أنت بتعيش فيه حايزين ثقافة المحبة دي ونبز الفرقة والاختلاف والتنازع قال معاذ رضي الله عنه له أبشر فإني سمعت رسول الله يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فييا وإيه كمان والمتجالسين فييا وإيه كمان والمتزاورين فييا وإيه كمان والمتبازلين في وجبت محبتي لكل دول المتجالسين في الله عز وجل يذكرون الله ويتدارسون ويتكلموا في مسائل علمية ويتكلموا في مسائل تقوم على نهضة المجتمع مش شغلين نفسنا فلان النهاردة قال وفلان النهاردة عاد وفلان النهاردة قال مش عارف لا دا احنا نعمل كذا ومش عارف فلان نعمل ايه يا أمة الإسلام اشغلوا أنفسكم بما يفيد اشغلوا أنفسكم بأشياء عملية قدموا لهذا المجتمع الذي نحياه ما يقدمنا كفايا اختلاف وكفايا فرقة وكفايا نزاع وكفايا قالة سوء وكفايا نشر لقالة السوء بيننا نريد أن نتقدم ونكون دولة متقدمة الإسلام جاء بمنهج لو تمسكنا به لصرنا الدولة الأولى في العالم ليه؟ ليه غير المسلمين يتمسكوا بمبادئ المسلمين فيتقدموا نحن المسلمين أصحاب المنهج الإسلامي الشامل الكامل المتكامل الذي لو طبقنا دعائمه فيما بيننا صرنا أمة متقدمة والنموذج العملي الواقعي كان على العهد الرسول صلى الله عليه وسلم معهد الصحابة وعملوه وصاروا أمة متقدمة وفتحوا الفتحات والناس كلها دانت لهم عن محبة وعن رضا وشهدوا بعظمة الإسلام وشهدوا بعظمة المنهج المتكامل الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غير المسلمين يشهدون هذا الدين بهذا التكامل ليه الكنز العظيم اللي بيننا ذاتي نحن مش عايزين نتمسك به ونتقدم نعمل يبا احنا مش عايزين مش عايزين نكون في افتراق وفي اختلاف وفي شحناء ولا بغضاء يا أمتنا الإسلامية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نكون أمة واحدة فيا ليتنا نكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقضي على قالة السوء في المجتمع المسلم وربنا ألف صورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا لهم عذاب وربنا سبحانه وتعالى يهدد فنرجو ألا نثير شبهات في المجتمع المسلم ألا نثير قالت السوء في المجتمع المسلم أن ندعم أواصر المودة والمحبة والأخوة الصادقة في المجتمع المسلم حتى نصير أمة واحدة ونشتغل بقى بالينفعنا وباليقدمنا باليقدمنا نسأل الله العظيم من فضله العظيم أن يتنزل علينا برحمته وأن يؤلف بين هذه القلوب المتناحرة والأهواء الشتى والآراء المختلفة والنزعات المتفرقة تنزل الله سبحانه وتعالى نسأله وأن يتنزل علينا بمعين رحمته ورضوانه فيقوي وحدتنا ويقوي ضعفنا ويلم شعفنا ويجعلنا أمة واحدة كما جعلها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يا أمة الإسلام أشرق مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا وانضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب سألوا الله العظيم وفضله العظيم لنا ولكم النفع في الدنيا والأخرة نكتفي بهذا القدر شكر الله تعالى لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة